هذا الصيف حسب عقادنا رح يكون أفضل من الصيف الماضي ومع علم أنه قياساتنا أنه يوميدا نقيس أكو زيادة طلب عن اللوت عن العام الماضي من 20 إلى 25% وهذا بصراحة غير مسموغ في تاريخ في تاريخ أي بلد يعني ربع الطاقة زادت الطلبية زين الشرح متأكد حضرتك من أنه هذا الصيف أفضل إذا كان الارتفاع بطلب على الطاقة بنسبة 20 إلى 25% مع هذا الأفضل مع هذا الطلب الكبير لأنه إحنا زادت عندنا طاقات توليدية كبيرة جدا معدلة توليد العام وصلنا إلى حافات 21% ولكن معدلة توليد كانت 19.5% الآن أن يتكلم معاك وصلنا إلى حافة 22% من المؤمل تكون معدلة توليد 23 ألف ميقاوات أي أكو زيادة معدلة 3 إلى 4000 ميقاوات دناور به خلال هذا الصيف 3000 ميقاوات روعة 1000 ميقاوات رقم لا يستهان به ومع العلم لحد الآن إحنا لم نستلم أي ميقاوات من جانب الإيراني لحد الآن للأسف العقد لم يفعل وإحنا ننتظر من جانب إيراني أنه نتفق معه وأيضا هناك كمية أخرى من الغاز الإضافي حسب الاتفاق الذي سمناه مع سيد وزير النفط الإيراني مفروض تجهيزنا يكون برقم معين لحدنا لم يلتزم بي التزم بجانب الأكبر ولكنه هو رقم معين نحن عندنا نقص عندنا طاقات توليدية بحدود 2000 ميقاوات إضافي للأسف الشديد بسبب كمية الغاز وعدم تجهيزنا من قبل وزارات النفط لأنه طاقاتهم القصوى هي 900 مقمق وزارات النفط العراقية وهاي تحن تراكمات سنوات الماضي ما أتكلم عن هذه الحقوق لذلك الوضع راح يكون أفسر أحسن وأتصور المواطنين يعني إذا يحسون أنه أكو تحسن